اهلا وسهلا ومرحبا بيكو حلقة ديه ده من برنامج اسفينشوت طبعا قبل ابدأ الحلقة كل سنة ومصر بخير والجيش المصري بخير والشرطة وسيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخير وسلام وشعبنا دايما تحت رعايته وتحت الكيادات الجميلة اللي دايما عطلونا الأمن والأمان نبدأ بقى في موضوعنا لأن نهضر الحلقة بتاعتنا حلقة حيوية شوية محتاجة طبعا ان احنا كنا نقعد كلنا قاعدة حلوة علشان نعرف موضوع شغلنا قوي دايما انتوا عارفين برنامج اسفينشوت بيتلاول الموضوعات المهمة اللي بتصير رأي العام وبتشغل الشارع المصري ككل النهاردة موضوعنا طبعا اللي شاغل رأي العام باستمرارية في هذه الأيام هي حاجة جميلة وحاجة مضحكة جدا وإحنا أول مرة نعرفها أو نسمحها وفي ناس كتير برضو بقعت فيها وهي جواز التجريبة طبعا أنا سخطة جدا عجلة جواز التجريبة يعني أنا مش عارف إيه جواز التجريبة دوت عشان أعرف وحضركم تعرفوا إيه هو جواز التجريبة وإيه موضوعه بالضبط ومن اللي أبدأها واللي فات فيه وحاجات كتير قوي كان لازم يكون معانا شخصية معروفة وممتازة بتمتاز بالحياة دي في كل شيء في الموضوعاتها وبتقدر أن هي توصلنا الموضوع بفكر وبدون أي يعني بدون أي انحياز لأي حد معانا نهاردة السيد المستقشار حبيبكم طبعا جميعا هو السيد المستقشار أيمن محفوظ أهلا وسهلا بتحديد الكفندم أهلا بيك أسهلا بيك نورتنا والله الحلقة أهلا نورك يا فندم أستاذ عيمن النهاردة الحلقة طبعا عايدة أقول إنها غريبة شوية فيه موضوع سهير لنا تقول لنا عنديك حلقة طبعا مرضو تتلمت فيه ونشوف حلقة دايما عليك تناظرة قوية في الموضوعات اللي دي يعني هو موضوع الجواز التجريبة يعني طبعا فيه شخصية طبعا الأستاذ أحمد مهران اللي هو قفتة فيه أنا عاشا عايدة أخوض التجريبة طبعا قبل ما أقول أي حاجة إحنا بنتصل عليه عشان حيبقى فيه أسئلة كتيرة جدا مواجهة لي ونتمنى أنه هو يتواصل معنا عشان يجاوب عليها ويقول لنا رأيه فيها إيه طبعا أنا عايزة أوري حضرتك كان فيه فيديو مختص بيه بأستاذ مهران أحمد مهران دا على الموضوع بتاع الجواز التجريبة اللي هو بنقول اخترعه مم منجحيان هو اخترعه فأنا أسأل قبل أي حاجة إيه هو جواز التجريبة والله أنا بشكرك على التقديمة الجميلة اللي حضرتك قد نمتدي بيها وفرحان أنا النهاردة في سكرينشوت وفي قناة المفضلة قناة الصحة والجمال جواز التجريبة هو مجرد تدعى قانونية زي ما أنا قلت قبل كده في تصريحات كتيرة بضعة قانونية الهدف فيها الوحيد اللي احنا عدنا نبحث إن ليس لها أي فائدة إلا اللهس والبحث عن الشهرة أنا بتكلم كده وبقول عن طريق بحث أنا أجريته كتير قوي وبحثت في شروط هذا هذه البدعة القانونية التي لا يسندها الشرع ولا يسندها كمان القانون هذه البدعة القانونية هي مجرد عقد بيكتب بين الزوجين خلاف الأي غداف وثقة الزواج التي تحرر عد بأزون يعني الدار ما بقاش فيه مأزون فيه لا فيه مأزون طبعا فيه مأزون فمبتدع هذه البدعة القانونية بعد 1400 سنة من ظهور الإسلام وبعد 7000 سنة حضارة عيشينها مصر الأستاذ أحمد مهران يتغول على هذه الأعراف وعلى الدين الإسلامي وقال أنا كمان هضيف إضافات على التنظيم الذي نظمه الشرع والقانون والعر فهيضيف بقى حاجة جديدة احنا ما نعرفهاش هتحل جميع المشاكل تمام فبيقول إن هذا العقد الزواج الموسق عن طريق يد مأزون غير كافي لتنظيمه ولابد أن يكون هناك عقل منفصل يوسق بين الزوجين يتفقوا فيه على اتفاقيات إضافية عن عقد الزواج ما أنا بقول لحضرتك هو شاف أني 7000 سنة حضارة و1400 سنة إسلام و200-300 سنة من الثورة القانونية في مصر الرجل ده بقى قالك أنا هضيف جديد ديف ياسيد جديد إيه هو اللي أنت ضيفته جديد شروط بديهية طبيعية غير يعني ما لهاش أي قيمة زي مثلا أنه الزام الرجل أن ينفق على زوجته طب هي محتاجة طب ما هذا معروف طب ما ده اتفاق ده ده طبيعي لازم الرجل حينفق على زوجته ده يعني ده كلام آآ الزام الزوج أن يخلي الزوجة تزور أهلها طب وحد فيه عرف أو دين أو قانون يمنع أن أنت تمنع زوجتك أنه تزور أهلها فيه شروط بديهية غرضها بس أنه هو يكون يبيم لعقد آآ آآ اللي أسباها عقد زواج التجربة يعني أنا هو بيبتي آآ فبيه شروط بديهية طبيعية ليس لها أي قيمة أصلا آآ ثم إضافة بها بعض الشروط الخبيثة آآ اللي هدفها إصارة زوبعة وإصارة الرأي العام عشان خاطر يظهر في التضائيات ويظهر ويسمع ويسمع ويتشهر آآ وانا بقول على مسؤوليتي آآ آآ الأستاذ أحمد ما هواش أعلم من علماء القانون وعلماء الشرع ومش أضرب العرف المصري اللي بقى له سبع تلاف سنة عشان يجي دفده أضافات جديدة آآ لكن الإضافة الأساسية إن في بعض الشروط اللي أنا بسميها شروط خبيثة شروط غير يعني مش عايزة أخطر ألفازي عشان احتراما للسادة المشاهدين الشروط دي بينفذ منها الزنا والحرام من خلال عقد الزواج الحلال فأنت كده بتحول العلاقة الزوجية الحلال إلى حرام زي مثلا الزام إن الرجل آآ يجيب شقة للسادة اللي بيتزواجها إن هي تسكت في بيت أهله آآ وإن ما جابش تلات سنين ما جابش شقة ليها مستقلة يحق لها طلب الطلاق معناها إيه؟ لأ همضيف شرط كمان عشان برضو الفكرة توضح وإن الزوجة تبات الزوجة معها ليلتين فقط يعني كل واحد عنده بيت أهله يأجر قوضة من نبوه أو يستعير قوضة من نبوه وخميسه جمعة يأجر جوه لزيزه خلاص يعني حل مشكلة يعني لا ده مش حل مشكلة ده اسمه زواج موتع محرم وإن ألبسه هو ثوب الشرع والقانون آآ في بقى في شروط خطيرة جداً في هذا العقل آآ مفادها مفادها يعني أنا أنا قلتوا محرجين علي أنا أنا أتكلمش من فعل بس أنا هتكلم سمعنا ست المستشور يعني اللي بيقول لو هي ما عملتش الثوري يعني الغداء أو أكلة تتطلق يعني دي أبو كلها صحيحة ما عملتش معرفش إيه يعني في حاجات كده يعني شروط البديهية آآ يعني شروط الشروط البديهية اللي ينفق على زوجته آآ ويتطبخ له ويتزور أهلها دي شروط البديهية تمام وشروط تالية خبيثة معناها إن أقامت علاقة علاقة زنا في شكل علاقة رسمية موسقة وشرعية آآ ثم بقى نيجي لأخطر شيء أنا رجل قانون تمام اللي أنا هقولي خدت الكلمة مع الثاني تنصدر حبيبا هذه الشروط لا تلزم صاحبها بأي يعني بأي شروط كده آآ ده غير بس إيه لو مثلا إيه إن هو أقام مع هذه علاقة الزوجية في بيت أهله في خميس وجمعة آآ وبعد ثلاث سنين هيزق منها مش هجاب لك شقة الطلاقي ده شو فيه شو فيه الفكرة جواز متعة العالي آآ جواز متعة آآ ثم القيمة القانونية وأنا بقول لحضرتك ليس ليه حديث إلا حديث القانون آآ لا يمكن أن تلزم هذه الشروط لا شرعا ولا قانونا ولا بمحكمة الأسرة ولا بمحكمة بيدانية آآ بهذه الشروط آآ يعني إحنا لو جينا أخليتي بالشروط كتاب نعادي زواج آآ أبو تجربة وحضرتك أو أنا أخليت بالشروط يبقى في انتصار هنروح لا ده هنروح المحكمة المحكمة هتقولك غير مختصة ده كلام آآ ملوش أي علاقة وغير ملزم لل الشروط الموجودة إن ما تنمتش لذي ملوش أي علاقة بالمحكمة المحكمة فيه تنظيم لعقد الزواج والعلاقة الزوجية ده يمكنت المتشرد ده بيعمل إباحة كمان أكتر لممكن تبقى لي الشباب أيوة ده دي مصيبة كارسة آآ كارسة محكمة أو محكمة بناية بصفة عامبة لا لن تلزم أحد من الأطراف طبعا على آآ هذه الشروط يعني شروط ليس لها قيمة ولا تسوي الحبر التي كتبت به آآ والأغرب والأجمل من كل ده كل ده هو المخترع يعني كل ده أحمد مهرون هو المخترع طب إحنا عايزين نوري نال شخصية أحمد مهرون كده بفيديو آآ محب السيدة بصفة عين تترجوا على فيديو خاصة بأحمد مهرون مين هو أحمد مهرون مين ده أحمد مهرون وإن اللي عاملوا آآ وفي بعض الأقاويل إنه هو إخواني يعني لأ ومش إخواني إخواني لأ وبيساند الشرطة وبيشكر في الشرطة في تنقضات كتيرة جدا للشخصية دي آآ يعني شخصية متنقضة ما بين أنا إخواني وما بين أنا بحب الشرطة ومش هكر فيها آآ ما بين حيات كتير جدا حنعرضها طبعا دلوقت كتير وحتفرجوا عليها وحاجات موسطقة آآ فحتفرجوا على الفيديو معينا شوفوا تفرجوا وشوفوا رأيكم إيه بصي أولا أنت ما تلطينيش أنت كبابة أنا اللي تلطيني لأ ما تقولش كبابة أولا ما تتجاوز لو أنا بقوله حضرتك إحنا في معايا مستندات يا فاندم طب بصي بصي يما مستندات يما مستندات؟ لا 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 بقولك إيه؟ لو هتتكلم بأسوك في تجاوز أنا هاغل الخلقات هتتكلم بأدب يا تتفضل كيف إنتي متعرفش حاجة عن الأدب ولا تتفضل كيف هو أنت إخوانجي لأ أنا هتعرف عنك إيه؟ أنا يا يا أنا أنا مش مهد أكراماً للمشاعدين لي وشمنا حدها حضرتك؟ نسيب الدكتور الشميل يهد عليها وصيب أنت كده حتعملي مشاهدة أنت الإعلامية فشلة لا 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 مش هتمحلك أنك تغلق أنا تتجاوز أنا 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 هو بشي طبوبيع من أنا أراع حد أصلاً في السلق هذا صبيعي لكن أنا مش هتمحلك أنك أنت تتجاوز إحنا إحنا لقاءنا في مكتب السيد المستشاري المعب العام يا باشا إحنا لقاءنا في مكتب السيد المستشاري المعب العام إنت إيه اللي ورقت مع الناس يا أستاذ نبيه؟ يعني ما تورق طبعاً الفيديو ده بيوضح إساءته للإعلاميين وإسلوبه المستفز يعني إيه رأيه بحضرك في الفيديو دي؟ هو ده الأخلاق دي اللي عايزة تفرد علينا قيم سامية وتقول لنا إن هي بتسعى إلى الفضيلة ونحو حياة أسرية سليمة وعايز كمان الناس تتبعوا دي أخلاقه مع الإعلاميين وطريقة النقاش ده فيه فيديو كابير بيوضح إنه هو مع هندوقي الدكتوراه أصلاً إحنا لسا نعرض لحاجات دكتورة ماشاً فأولاً إحنا لازم قبل ما نناقش الظاهرة وإننا نقشنا الشخصية التي تدعو إلى هذه البدعة القانونية التي لا يساندها الشرع ولا القانون على الإطلاق ثم إنه يقيد الحلال البين حق الزواج وبيقول أنا بقول للناس يكتبوا هذا العقد عقد الزواج اللي اسمه سمى اسم تجاري عشان خاطر ينشره وعشان يصل إلى الشهرة ويوصل إلى متغاف من التلميع الإعلامي تقييد حق المرأة في الطلاق أنت بتأيد حد المرأة في الطلاق يا أستاذ أحمد يا مهران لما تقول إن لازم الشروط دي بعد ثلاث سنين ما نطلبش الطلاق حق الطلاق مكفول للمرأة تطلبه في أي وقت طب هي لو الزوجة رأى أرادت أن تطلق نفسها سواء بالخلع أو بدعوة طلاق هذه الشروط الجوفاء اللي ملهاش أي قيمة هي اللي هتمنحها هل أنت شايف إن استمرار حياة أسرية أنا همشي معاه استمرار حياة أسرية في وسط مشاكل ووسط متاهات ووسط صراعات ثلاث سنين عشان نصبر ده هيوصلنا للسعادة الزوجية ده هيوصلنا الجرائم يعني بهدلة أسرة نفسها طب وخلال الثلاث سنين ده سنت المتشار مش ممكن يكون فيه أولاد طب ده هيوصلنا يعني أنا خلاص ثلاث سنين خلاص على الحياة وقفت على كده يبقى ننهي العلاقة الزوجية والولاد بقى يتحرضوا تبقى الدنيا باظت وزعبتنا بالحياة أنا أنا بقول لحضرتك هذا هذا الاختراع ده اختراع العقاري آه مالوش أي هدف غير اللهس ورا الشغرة وتدبير الأسرة المصرية أنا مش عايزة للتهمات أنا طلبت من النيابة العامة وتمثلها في سيادة النائب العام بفتح تحقيق حول دوافع وتاريخ هذا الشخص مبتدع دواج التجربة وعايزين نحاق معاه انت بتجاهتك ايه لو انت عايز تبحث عن الشهرة والمجد ابحث عليهم بعيد عن الأسرة المصرية التي هي النوى الأساسية للمجتمع المصري انت كده مش بتدمر أسرة ولا اتنين انت بتدمر مجتمع أنا شايف كده ان هو لازم يتحقق معاه بدل ما يستضفوه المفروض اتحق معاه احنا عايزين برضو احنا نازلنا نتواصل في الاتصالات معاه عشان يردوا على كل الأسئلة اللي احنا عايزين نسألها له وفيه طبعا ده فيه سؤال غريب فيه حاجة غريبة جدا ان هو برضو اه وافق ان هو ينفس طبعا الجواد التجربة ويوافق على اخته انها اتجودها جواد التجربة وفيه فيديو بيعلن بالفعل هذا الكلام نحب نشوف الفيديو اللي موجود ده يتهريد كمان بيجهز الفيديو ان شاء الله هتفرجوا على الشخصية الغريبة اللي هي بتقول ان ده الجواد التجربة ده جواز جميل قوي وانا عندي استعداد ان ايجاوز اختي تجواز التجربة يعني انا مش فاهمة هو تجاوز بقى حدود البحث عن الشهرة تجاوز حدود اللهس ورا الشهرة من نفسه ولخته وكمان بقى دصب نفسه نبي وله دعوة جديدة ودين جديد واسلام جديد وقانون جديد وعايز كمان اتباعه كمان يتبعه والله احنا هو احنا عايزين نقولون لان ده الموضوع ده لو لو انتشر يعني في بعض الناس اه تواصلت معنا وبوسائق انه وقعت في في المصيبة في هذا الموضوع بالفعل وطبعا ده لو انتشر الموضوع ده هتبقى مشكلة جديدة جدا ونجسيمة ده ما حالك قلت ان هي هتأثر على المجتمع وتامل انا عايز انا عايز يكون دورنا النهاردة ان احنا قبل من ناقش تفاصيل هذا الابتكار اه الغريب نتناقش شخصية الرجل دوت اللي نصب نفسه نبي برضو وكمان بيفرض دعوته الجديدة على اخته طب انت تقبله على اختك انا مش هقبله على اختي تفرض الدعوة ليه وكمان في ناس انخدعت انخدعت بهازي الوعود البراقة وكمان بيقول ايه انا خدت هذا الاسم من خلال ان احنا بنقول الزواج تجربة مريرة الزواج تجربة سعيدة انا مرت بتجربة سعيدة اه يعني ايه يا سلام يعني احنا والله الجواز دي ده بطيخة حمرة او اه ارعى اه يعني مثلا لو حصلت حادث اه فكان الحادث ده تجربة مريرة فنحمل بقى حوادث كتير اه فنعمل الجواز تجربة بعضا اه اه يعني مشت او ممشتش فكانت اه لو خدنا بنفس منطقه الاجوف طب ما احنا بنقول هنقول بقى ان كل حياتنا هي تجارب اه لو خدنا بنفس نفس موقفه فكل حادث حصل ليه سواء سعيد كان تجربة سعيدة او تجربة غير سعيدة اه فنفترض بقى حادث بقى ساوي كرسة طبيعية تمام تجربة بالنسبة لي سيئة جدا اه فنقرر بقى الكوارث الطبيعية منطق اجوف والبحث على الشهرة وانا بقول وانا بقول على مسئوليتي ان هو ليس له هدف الا الشهرة فقط وهو هزي الشخصية عليها علامات استفاهم كثيرة جدا وانا بطالب اه وده كمان يعني تعليمات المجلس الاعلى للإعلام ان احنا قبل ما نستضيف الناس نسأل الناس دي مين وهل هم مؤهلين بالحديث في الإعلام وان لا مش كل واحد عمل فرقعة اعلامية او كل واحدة تعرض فجالها مشاهدات فهذا هو عري اخلاقي وعري قانوني هو غير مؤهل ليه وانا بقول له على الهوى يا استاذ احمد راجع نفسك البحث عن الشهرة كلنا ابدأ بحث على الشهرة وانا اول البحثين عن الشهرة لكن الشهرة الحميدة الشهرة يتحطي في السبيب بتاع حضرتك وتغطي على تاريخك اللي فيها حاطية ان هنا انا اكون عندي سبي كويس ان انا اتكلم في موضوعات زي ما حالك بلتحل اي موضوعات بموضوعات يعني اي موضوع او مشكلة من حكوم موضوعية وحيادية ونوصل لحل يبقى صح مش ان هو بيعمل قرد وكده زي ما حالك قلت ابلكد هو بيكشل يعني بيبوز بلد انا احنا الفيديو جهز انا حبا ان انا اعرض الفيديوهات عشان الناس تشوف بنفسها الموضوع هم تمام هم بيتصلوا كل شوية باستاذ احمد مهران وهو برضو تليفون غير متاح انا طبعا اتمنى ان هو يتواصل معانا انا عشان برضو في يعني عشان ما نبقاش احنا برضو بنقول حاجات ضده وهو بيكون عنده اجابات يعني احنا برضو بنحاول ان اي اسئلة عايزنا عايزين الرد بتاعه برضو حنفضل مستمرين حتى نهاية الحلقة يا رب يرد علينا عشان نقدر نتكلم فيها طيب اتاز سيد المتشار في سؤال انا حابة اقوله حضرتك هل الشخص دوت مؤهل علميا يعني هل عنده تأهيل علمي ممكن يعلمه للاولادنا هو كما اعلم على صفحته الشخصية انا دايما باخد طريقي تفكيري من الكلام اللي قدامي على لسانه انا هتفز بالمعلومات الشخصية اللي انا اعرفها دي على جانب انا اقول الكلام اللي هو قاله على لسانه على صحيته الشخصية وصرع به في كثير بين البرامج هو كان يمر بأزمة شخصية فطلق زوجته ثم اعلن في في مرحلة لاحقة انه سيتزوج من سيدة فاضلة جديدة فانت اولا غير مؤهل غير مؤهل نفسيا ولا شخصيا ان انت توصل لنا السعادة الزوجية لان انت ببساطة طلقت قبل كده وكمان قال على لسانه انه هو اتجوز كتير وطبعا طلق كتير عن التجربة برضو تجوز التجربة لا والتجربة اللي لسا انتدار لسا جاي بقاله شهرين كده ولا هو كان ظاهر دوت لكن هو ما بينهم اللي بيتجوزهم بيعرض التجوز التجربة ده احنا بديتكلم على انه هو زي ما هو قال على لسانه وعلى صفحته الشخصية ايوه بغض النزع المعلومات الشخصية اللي انا عرفها هو قال انا اتجوزت كتير وبالطبع طلق كتير فهو اصلا غير مؤهل نفسيا انه هو يوصل لنا السعادة الزوجية ثم ابتدع زواج التجربة مع امرأة جديدة اه وقال واعلن انه هو سيتزوج هذه المرأة الجديدة زوجته الجديدة المحترم المفاضلة على طريقة زواج التجربة ثم بعد كده لما قلنا له انت عايز تعلن هذا الزواج لنفسك انكر تماما وقال ده مجرد عقد صلح عملته الزواج سابق بين زوجين كانوا اختلفوا ويراجعين لبعض طبعا كلام متناقض احمد مهران متناقض ويقول الشيء وعكسه في نفس اللحظة وفي نفس الوقت فانا بقول له يا استاذ احمد راجع طبيبك النفسي وراجع شخصيتك شخصيتك اصابها الاهتزاز بهذا الرأي دي نصيحة اخ وصديق ليك راجع نفسك يا احمد يا مهران مش عايز ان انا اطول في هذه النصيحة لكن النصيحة على الملأ ما هيش فضيحة هي نصيحة انت اعرف ان انا اصد بيها الخير واصلاح الهدف ولا الشهرة مش عيب لكن انت توصله ازاي هو ده اللي انا بوصله لك ابحث على الشهرة كما تشاء ولكن ليس على جس المصريين طب ست المتشار الناس اللي وقعت في هذه المشكلة الجامدة يعني حالها تقول لهم ايه اللي اتبعوا اللي وقعوا فيها ما هما مش عارفينها هما فرحوا انها تجربة هو فعلا بفعلا توصله انها ايه الموضوع ده هو طب ماشي احنا هنقض سنة اثنين ثلاثة ما الجواز ما تمشي بها هما وقعوا في مشكلة حلها ايه حلها سواء هل في الطلاق ده دايش انا حاسع هل في الطلاق بالنسبة لجواز التجربة ده ليهم حقوق ليهم متقلبات معينة زي الجواز العادي بتاعنا ولا في ابزة وضح حضرت ليهم او لستاد المصدين اللي سألونا في الموضوع ده هو زواج عادي خالص حط فيه ورقتين ملهمش اي لازمة عشان الناس تتكلم عنه ده خلاصة الموضوع كل اللي ينطبق على جواز ناز هو ملطبق على الناس بس بحضر ورقتين هما بتكلم عنهم ده وملهمش اي قيمة هم ورقتين كده قالهم عشان خاطر يظهر في الاعلام وفي السوشيال ميديا ويبقى هو نجبه مشهور ومعروف اكتر من كده مفيش وان كان ليه دوافع اخرى هيتبان في وسط الحلقة يعني لكن احنا عايزين نقول للناس انخدعوا افكركم بكلام سيدنا عيسى قالك يأتوكم اياكم والابياء الكذبة يأتوكم في سوب الخراف وفي قلوبهم زئاب والنهشة مش كل واحد جاي لبس لك لبس خروف يعني لبس يعني الطقوة والورع والاخلاق والحرص على السعادة الزوجية والكلام ده ولبس هذا اللبس المستأنس لكن جواه دين سواء كان يقصد او لا يقصد احنا ما نفتش في الصراع ولكن اللي مارك الناس من ضمن المشاهدين يقولوا ان احنا كده بنختاب هذا الرجل المشيوجود اللي مش عايز يرد علينا لانه ما يقدرش يرد علي انا بقولك اعلنا اعلنا قدام الجميع هو ما يقدرش يرد علي سمعنا هو لو سمعنا يرد علشان نحل المشكلات كتير جدا للناس اللي بتسألنا ويرد علي نفس يعني عشان حتى يدفع لنفس اه لكن هو اللي حضرتك النبي عليه الصلاة والسلام اجاز ان نحن ان نحن نوضح المخطئ واخطاءه ونحذر منها الاخرين بحديث نبا وشهير مش هذكره اه لكن ده واجب ديني لما نشوف احد مخطئ وهيتبعه بعض الناس في ضلاله واضلاله لابد ان نحذر الناس منه وانا مستعد ان هو يواجهني لكن اه احنا لا نختب احد احنا لا نقصد الاهانة الاحد كل الناس فوق رؤوسنا وله حق الرد كيفما يشاء واحنا بنفتح البرنامج سكينت شوت بعد اصدح اضرفك يعني ان هو يجي ويرد على هذه الادعاء استرد المتشار هو يعني فيه المحاكم هل فيه ورقة يعني فيه ورقة موثقة بالفعل للموضوع دوت ولا مش موثق زواج التجربة يعني الورقتين حالك قلت على الموجودين بالفعل موثقين يعني ولا مفيك اساسا هو حلم حلم عشان يسعر الشهرة وكتب كلمتين تضيين ملهمش اي قيمة عشان يتشهر اه الكلمتين دول ملهمش اي قيمة لا قانونية ولا قيمة شرعية غير الاضلال والضلال على زي ما بينا ان الزوجة يستغني الزوج تستغني عن الزوج خمس ايام في الاسبوع ويجي لها يومين ان هي ممكن تبات عند اهله اي قوضة فوق السطح عشان قتل خميس وضمع ونقضل تنو وخلط وزي الفل وبعد ثلاث سنين لو ما جبتلكي الشقة ابقى اتطلقي طب مش جايبلك شقة وبركة يا جامع اتطلقي يكون خلاص اه هل هذا ليس الا زواج متعة وان كلنا هو زنا مقنع ولا لا يعني اسمه ايه اي ما هو ده المنتقبل حزيزك ده اسمه ايه بقى انا شايف ان هو زنا مقنع ومغلف باطار قانوني ومش موسط ملوش ايه اه اه هل حلالا او حرم حراما طيب ما هي تسأل سؤال بقى هل هو المقزون بيعقد هذا الزواج هل هو ملوش دعوة طب ماشه ما هو ملوش دعوة بس هو بيعقد الزواج دوته الورقتين دول بيكونوا فيه اللي حضراتك بنتكلم عنها هو دايما ارفنا بالكلمة المشهورة بتاعته بيقول لك ده زواج مؤبد وتزوجه على يد مقزون الناحية زي ما هو حفظها من الاسيمة وبيقولها كده اه وهو زواج مؤبد المقزون ليه اشتراطات قانونية وشرعية في جتابة العقل ده من الاشتراطات دي كانت موجودة خلاص المقزون نخل سبيله خلاص من الموضوع الموضوع مدوش دعوة بالمقزون خلاص بعد ما يخلصوا المقزون الطبيعي هو بقى بيقله نفسه اله فوق الاله وبيكتب بقى اضافات جديدة على الشرع اللي نظمه القانون والشرع اللي نظمه الاسلام ونظمه القانون وهو بقى صاحب الدعوة الجديدة والدين الجديد والقانون الجديد شاء من شاء وابا من ابا هيفرد شروط لم يسنها الله من فوق سبع سماوات ولم يقل بها احد من العالمين ولم تصدر في اي وثيقة قانونية ولا حتى ورقة في مرافعة اصغر المحامين ده كلام فارغ كلام اجوب هدفه زي ما قلت البحث عن الشهرة طب خلاص كتبنا الكلام دوت والكلام ده جميل وزي الفل اما نروح بيه الاسم المحكمة اي مكان هل لي اي اعتبار قانوني مش معترف بيه نهائي نهائي حبر على ورقة زي ما بيقوله هل هو يقيد حق المرأة في طلب الطلاق بعد ثلاث سنين ولا بعد خمس سنين ولا بعد سنة هو نفسه بيقول بيقول ان الزواج ده انا نقول لزر الستات تصبت ثلاث سنين اه احنا قلنا الصبر على على بلاو الزواج هو محدد بقى ثلاث سنين فقط في بعض الشروط بقى ثلاث سنين يجيب لها شقة خمس سنين كلام فارغ اجوف ملوش اي قيمة هو يعني تبع انه ملة ملة الانانية وحب الزاد والنرجسية انه ملة ده اللي او انه دين اللي بيتكلم بهذا الوضعية دي يعني هو حقه انا بقولك على الملأ حقه دي يسعى للشهرة كيفما يشاء لكن احنا بننصحه بنقوله هو حقه لكن في عندنا نحنا لنسمح من هذا الحق انا حقه دي انا اقول حاجات غير صحيحة ايوه يا ستة كل هيقول حاجات غير صحيحة يطبعها نفسه والقانون يحزبه لكن انك تنشر دعوتك على الناس بكلام احنا اساتذة القانون واساتذتي وشيوخ القانون ما لقوش اي كلمة قانونية تستاهل ان احنا نبحثها في هذا الورق زاد ان الازهر والمؤسسة الدينية هاجمت هذا المنعطف الخطير عاولت التجرع على المقدسات والتشريع الاسلامي وتنظيمة الزواج بالقانون في الاسلام وفي المسيحية كمان بعد كده ممكن برضو يقولك برضو تمشي بقى المسيحيين يعني يختارع بقى اختراعات وتمشي للملحدين وتمشي لكله بقى وهو ده ليس هو الزواج المدني المطالب اللي احنا بنتكلم عليه هو بيقولي الشيء وعكسه هذا تزود انا بقوله راجع ضبيبك النفسي يمكن يعني من وجهة نظري شخصية مريضة فيها تنقض التنقض ده يعني احنا عايدين نشواري المشاهدين مانا حانواري المشاهدين حانواريكم طبعا جميع الفيديوات اللي احنا معروضة عندنا بس هنطلع الفاصل نرجعتن تبقوني بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر نرجع نالك وكاني اعزين نبشاهدين بعد الفاصل وحنعرف فيديو بيجيشوف تيه طبعا الشخصية اللي احنا مش عارفين لها هل هي مريضة ولا هي اخوانية ولا هي ايه بالزبط يعني وفيديو بيعرض لنا هل حقيقة الراجل ده ايه نتفرج علي الفيديو ومعنى قرار آخر بشطبك من جميع الدبلومات في جمهورية مصر العربية سنة كام عندما ذهبت وادعيت أنك حاصل على الدكتوراه سنة كام سنة كام عندما ذهبت وادعيت أنك حاصل على درجة الدكتوراه من حلوان وتم تحويلك إلى التحقيق مجلس التأديب واتخاذ مجلس التأديب ضدك وتم شطبك من جميع برامج الدبلومات في جمهورية مصر العربية سنة كام فكيف حصلت على الدبلوم بعدها حاضر حاضر سأأتي به حاضر حاضر يا فندم حاضر قرار مجلس التأديب أيوة قيد الواقع محل التحقيق أيوة جلسة تأديبية تطبيق لنص القرار كذا كذا الطالب أحمد يحي عبد الفتاح مهران ده اسمي المقيد بدبلوم قانون جنائي وذلك لإخلال النظم واللوائح والدعاء صفة أستاذ دكتور جامعي أيوة يقابل عميد الكل في سنة تمانية عشرين سنة عشرين سنة عشرين الفين واتنشر الفين واتنشر تمانية عشر حداشة الفين واتنشر ثانيا مسألة الطالب المذكور تأديبيا تطبيقا لنص المادة كذا 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 طب كفا ومش موجود أساسا داتنا مستشار تعقب على الفيديو دو تقول له أي نفقة فيه والله ماش أول مرة مستشار أحمد مهران يهم الجدل يصير دي الرأي العام هو كان فيه أكتر من مرة وحاصرت كثير من المواقف التي أكدت أنه مفصول من لقابة المحامين وده مش كلامي ده كلام بفيديوهات وكلام ظهر على الملأ وتتهم نفسه علانية أنه إخواني ثم بالفيديو اللي تعرض قدام حضراتكو بيقوله أنه هو مشتوب من جميع الدبلومات ورغم أنه كده هو بيكابر وبيدعي أنه هو دكتور أنا بقول اللي بيدعي بشيء وإحنا في فيديوهات بتقول كده المفروض كان ساعتها الفيديوهات دي يخلي بنيك أديمة كان ساعتها طب ما كانتش فيه بحث ما تبحثت فيها هو كان الناس قدمت أوراق رسمية أوراق رسمية وشهادات أنه مفصول من لقابة المحامين وأنه يعمل بوظيفة في أحد في أحد الأماكن يعني الحكومية في وظيفة يعني بسيطة وأنه لم يحصل على درجة الدكتورال اللي بيقول عليها ده الكلام ده كان زمان وكان فيه اتهامات وأوراق رسمية بتقول كده كان المفترض عليه ساعتها مش النهاردة نقول أنا بس مفكر الناس بالشخصية دي اللي حصل معها هذا الموقف كان يقول آه رسالة الدكتورال بتاعتها هي أنا كارنين نقابة بتاعي هوت أنا عايز حد يقول لي أي من محفوظ أنت مش مقايد في قابة المحامين رح مطلعك كان يقول له هو ده كارنين قابة المحامين أنت مش حصل أسانس حقوق لا دي الشهادة هيك أنت حصل على كذا يعني آه هو معملش الكلام ده ساعتها معملهاش لكن هو بالفعل هو محامي ولا برضه مش محامي والله أنا الكلام ده أجيب قاله أنه هو مفصول من قابة المحامين وإحنا بنقول للسيد رجاية عاطية يا سادة الرقيب لو سمحت شوية فوق للمحامين ويسيبك من الصراعات السياسية ولا الأستاذ مهار معانا فيديو تاني بيوضح يعني على هواف معانا فيديو تاني بيوضح هو مع الإخوان أو مش مع الإخوان فرجوا معانا سيدة مشاهدي فرجوا معانا أنضم إلى الطيار الإسلام السياسي للدفاع عن الإسلام وأن كل من يحاول أن يشوي صورة الإسلام وأن يحاربه سأعمل على قطع لسانه وأنا أعرف عنهم الكثير كلهم واحد واحد كل من يحارب الإسلام سأقف مع الطيار الإسلام السياسي لمحاربته بكل قوة إذا كان الأمر خلاف سياسي وفكري فأنا كنت معهم في ذلك أما إذا كان الأمر حظا على الإسلام فوالله سأكون أول الذين ينزلون إلى الميدان للدفاع عن الإسلام مؤتمر لبحث تعالية الأزمة الأزمة بدأت وهي أزمة كانت متوقعة لأن وزارة الداخلية لم تتغير لم تدخلها ثورة 25 يناير ما زالت وزارة الداخلية تستخدم نفس الأسليب القديمة ضد الشعب المصري الآن وزارة الداخلية تريد أن تثأر من المحامين وبما كان لهم من دور كبير فثورة 25 يناير في التصدي لأعمال وحماية المتظاهرين داخل النقاط صدي في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا مصابين الثورة يعني طبعا شوفنا في الجواجات المتعددة ديت ما بين إن هو بيقول أنا أخويني ومش أخويني وما بين إن هو حصل على الدكتوراه والسخرية وهو مش حصل على الدكتوراه وهو مصتوب من دفع المحامين نقيب المحامين مش كل واحد يدعي أنه محامي هو مش حايز يطلع كرنين قبط المحامين وإذا كان هو مشتوب يا سادة نقيب المحامين المحامين مش نقصة مشاكل ومش نقصة حد يطلعه نقاب المحامين على أكتفه ويتعي أنه هو محامي فهو لما يكون في واحد مسيق لنقابة المحامين هو ما بيسقش نفسه ده بيسق لكل المحامين أنا عصرت بعض الأوراق الرسمية وبعض لقاءات التلفزيونية وقالوا أنه هو مشتوب وأو غير مقايد في النقابة أنا عايز بقى أبدأ هو مش عايز يطلع كرنين المحامين قدام الناس كلها أنا عايز دقيب المحامين المشهول بالمناصب السياسية وترتيبات الانتخابات ويطلع يقول لنا الراجل ده محامي مقايد في قبط المحامين وإلا عشان حماية للمحامين وهيكون لنا برضو معلش لازم برضو نقش في الفكر الطيار اللي ماشي في نقابة المحامين اليومين دول الطيار ده الغاية تبرل الوسيلة وأي حد ناصر الطيار الإسلامي أو الرأي المتطرف أو عدد دولة فيه بعض الطيارات في نقابة المحامين تناصره أنا عايزة لو سمعني بيقولي يعني هو إزاي بيقول أنا مع الطيار السياسي ومع والإخوان وأخو بعده بيجي ينسل الشرطة ويقولي أنا بحب الشرطة ومع الشرطة حضرتك قولي رأيك إيه في الحاجات دي الفدر التعرض ده هو بيهاجب الشرطة هو هاجمها ويقول وشوية وأيض الشرطة وصم قال أنا قناصر الإخوان ثم قال أنا قناصر الدور المصرية هو أراضي لابد أن يراجع طبيبه النفس ده دليل حاجة واحدة يا جماعة أنت لما فيه تناقض يبن هو موضوع زواز التجربة ده يعني أرجو من اللي بيسمعني أو الوقع فيه ده موضوع فاشل وموضوع بيسموجود شخصية اختراعته وقالت وقفت فيه وبالتالي يعني نتج عنها إيه أن الناس وقعت في الموضوع دوت لكن المهم أن هي يعني مش حد الضر يعني أنه ملوش زرر غير الولاقتين اللي هم مكتبين ودول ليس لهم يعني ملوش أي قيمة مش موصقين أساساً فيه المؤسسات الحكومية إحنا عايزينه ولو حق الرد لو هو عالي الرد يعني يرد كان رد الامكان خمس سنين ما الكلام ده بقاله خمس سنين خلاص هو مش عايز يرد يبسحنا من أحد إحنا عايزين برضو نحذر الناس ونحذر الإعلاميين آه إيه ده عليه بعض علامات الاستفام وهو متناقض وضد الدولة طارة وبعد دولة طارة وضد الشرطة طارة يعني بنوجه الكلام برضو غير كده للأسر اللي ممكن تقع في مشكلة زي كده وهي مش يعني ده فيه ناس مش عارفة الموضوع ده صحة ولا غير البنات الصغيرة الله ينور عليك هو ده اللي موجود إن خمس وجمعة فرصة نارا راحت ده بالضبط كده إيه مصيبة كبيرة إحنا لازل نخلي بالنا منها يعني برضو أي بنت مفيش حد يرعب الدماغة والأولادة جواز صحة ونعود ورقتينه وعند بابا وعند ماما والأسلام اللي مستمعها دي دي مشكلة كبيرة أكبر من إن إحنا بيقع فيها الناس الكبار يعني ده ده اللي يهمني يا سيد المتشاهد وبطالب برضو إن جهة الدولة تحقق في هذا الموضوع الخفير جدا وبرضو بدأ بجي من ناس سيرة دخابة المحامين إحنا عايزين برضو نعمل حلقة عن المحامين إيه رأيه؟ كبالة في انتخابات المحامين إيه رأي حضرتك؟ طب أنا فيديو تاني بيتكلم فيه واحد بيتجاوز كتير وبيطلق كتير عشان عايزة المشانين تفرجوا كده ويقولي عشان ياخدوا بس إيه؟ آه يحكم عليه عشان لما أي حد بيتكلم ما يبقياش إحنا ظلمناه تفرجوا الفيديو؟ ده بقى والحاجات إنتوا عارفين نتجاوز تاني هو بصراحة أنا تجاوزت كتير بس المرة دي الزواج مختلفة لكن آآ أنا شايف إن أنا من وجهة نظري إن أنا هشتري كل حاجة أنا هجيب كل حاجة للبيت من الألف لليأ أجهزة عفش كل حاجة أنا مش محتاجة واحدة تيجي تجيب لي حاجات الحمد لله عندي كل حاجة كل الموضوع اللي أنا عايز أقوله إن أنا من وجهة نظري ده اللي أنا بتطبقه على نفسي وبحاول إن أنا أوصله للناس لأن ده ممكن يكون سبب كبير جدا في الحفاظ على البيت والأسرة أنا هجيب كل حاجة بس مش هكتبقى إيما وعشان تبقوا عارفين كمان إحنا هنتجوز زواج التجربة ده اللي هو معناه إن إحنا هنستحمل بعض أي إن كانت المشاكل اللي احتقابلنا أول لثلاث سنين على الأقل قبل ما نقرر إن إحنا مش متفقين وإن إحنا محتاجين إن إحنا ننفصل للمشاهزين بعض هنستحمل على الأقل لثلاث سنين أو ياريت يبقوا خمس سنين قبل ما نقيم العلاقة دي ونقول إن ده زواج فاشل وإن إحنا مش قادرين نكمل هو ده زواج طبعا شفنا الفيديو وشفنا آآ كلم آآ أستاذ أحمد مهران على تعدد الزوجات وهو ممكن إتجوز كتير وطلق كتير وعنده أستاذ ما يتجوز وعنده أستاذ إن هو يتجوز أخته أي حد تقدم يعني ده اسبوب لا مبالاة وحاجات غريبة جدا بس أنا عايزة أقول لأستاذ المستشار هل إحنا كده جايين عليه ولا ظلمين ولا رأي أنا برضو مش والهو اللي جاي على الناس والشعب يعني رأي حضرتك برضي أول مرة قلبك يبقى رقيق يعني كده وأنت حقنية يعني يعني أنا بقى أنا أقول لأ حضرتك قلنا بالشرع إن سواء الشرع الدين الإسلامي أو الدين المسيحي قال إن إحنا نحذر الناس من الناس المخطئين ونحذر الناس ما يقعوش في هذه الأخطاء ونقول لهم ده فلندا كويس وفلندا وحش ونحذرهم يعني تواجب دين أما في القانون أي إنسان شخصية عامة عرض فكرة للنقاش العام فعرض نفسه للانتقاد لشخصه الانتقاد هل هو مؤهل عرض هذه الفكرة من عدمه هل هذه الفكرة قانونية أو شرعية أو تواكب العرف أو لا تواكبه فالنقاش اللي احنا بننقشه دوت هو شخصية عامة شخصية معروفة ناس عرفتها فيجوز فهو عرب نفسه اللي احنا نعمل عليه حلقة وننقش موضوعه فده ليس لا اختياب ولا القائد توم عليه احنا بس بنوضح بنوضح هو اللي عرب نفسه لهذا النقاش ونحنا بنقول الشخصية العامة هي متاحة للجميع اما للشخصيات الخاصة المحد الشعرفة فده عليها بعض المحاذين القانونية انما هو هو اللي جيت وقالقى بنفسه امام وقال انا كذا وكذا وقال انا باعرض فكرة فقالنا له انت غير مؤهل انت مؤهل لا نفسيا ولا في حياتك الشخصية ولا قانونا ولا انت اعلم من العلام الخبير رب العزة الذي نظم هذا الزوان والمساق الغريز فاحنا بندعو برضو المرة التانية ان هو يرد على هذا الكلام هو طبعا المفروض هو ما بيردش طبعا احنا من التعال بداية الحلقة طبعا هو ما بيردش واحنا برضو بنقول دايما ان يعني يعني المفروض هو المفروض يرد علينا عشان يدفع عن نفر انا ما كنت اشتمنى ان الحلقة لا دا حقا تجري ان هو حقا ان هو يرد ويقول اه 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 ولا يرد ويقول ده ولا كل احترام التخدير طبعا انا اول انا دوليت يعني انا هل احترم رأيه اه بدا ما احنا بنهاجم انا انا النهاردة هجمت هجبناك احنا بنهاجم الفكرة مش بنهاجم الشخص لا مش بنهاجم الشخص بنهاجم الفكر والاساسيات اللي موجودة بس في نفس الوقت كنت اتمنى ان يكون متواجد معنا او يرد علينا على اساس ان احنا يرد على كل سؤال سواء كان بالصح او بالخطأ كلمة اخيرة احب اقولها طبعا انا سعيدة باللقاء النهاردة طبعا بس قبل ما اني عايزة كلمة وايارك لا تقولها باستاذ المشاهدين عن جواز التجربة كوعية بس سرعة خانوا وقت البرنامج ما تنخدعوش بالنعود البراقة ما تنخدعوش بالكلام المعسول ما تنخدعوش بكلام ان واحد عايز يصلح المجتمع وهو غير مؤهل لذلك الشرع والقانون والفطرة الانسانية التي نظم اعلاقة بين الرجل والمرأة وربنا الكريم ان شاء الله انا سعيدة جدا باللقاء حدثك ودايما موضعاتنا معاك بتكون شيقة وبتكون حقائق طبعا وبتدينا يعني حلول موضوعية برضو بس انت وعدتيني نعمل حالة عن المحامين وان شاء الله هنعمل حالة عن المحامين وعشان نتكلم فيها برضو عن حق المحامين ولازم يكون المحامي يكون محامي صح وليه كواهد طبعا انا مش هخش بقى عشان ما تدرش وما تدرش بس لات المستشوار طبعا انا سعيدة باللقاء بتاع حضراتكم واتمنى ان يكون استفدتوا ان جواز التجربة ده جواز يعني حاجة مش صحيحة من وعي فيها كل الاثر وكل الشباب اللي ممكن يقعوا في حاجة زي كده ونقول لهم خلي بالكو خلي بالكو من ولادكو خلي بالكو من اي حاج يجول انا عندي بيت وعندي وعندي والكلام ده كله وده مش موجود ومش مواصلت واوة الاخرى واتمنى ان شاء الله تكون الحلقة ان انا تعجبكو واقولكو الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله وتصبح الرحيم ترجمة نانسي قنقر